اشهد معالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالقرارات الصادرة عن الحكومة الموقرة تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه وذلك بهدف الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا بما يحقق استدامة مصالح المواطنين وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي لمملكة البحرين وثمن معالي رئيس مجلس الشورى ما صدر عن الحكومة الموقرة من قرارات في اجتماع مجلس الوزراء مؤكدا ترحيب مجلس الشورى بهذه المبادرة الحكومية وحرصه على إعطاء الأولوية في مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بها عند إحالتها إلى السلطة التشريعية وأشار معاليه إلى أن هذه الخطوة الحكومية من شأنها دعم المؤسسات الأكثر تضررا من جائحة كورونا كما أنها ستعزز استقرار القطاع السياحي بما يمكنه من تجاوز الآثار الاقتصادية المترتبة عن انتشار الجائحة ولفت معاليه إلى أن قرار الحكومة بمواصلة الدعم والمساندة للقطاع الخاص والمواطنين المتضررين من الجائحة منذ شهر إبريل الماضي وحتى الآن يعبر عن حرص على تلمس احتياجات المواطنين ودعم الشرائح الأكثر تضررا منهم وأوضح معاليه أن مملكة البحرين تبذل جهودا وطنية منذ شهر فبراير الماضي في مكافحة جائحة كورونا ليس على المستوى الصحي والعلاجي للمواطنين والمقيمين وإنما شملت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية الأخرى اشتركوا في القناة